هذه أبرز العنوين المدرب المغربي هشامت كيك يكشف عن لائحة المنتخب المغربي لخوض كأس إفريقيا داخل القاعة مفاجأة قوية وليد الراجراجي يقرر استدعاء مهاجم كبير للمنتخب المغربي من أجل فك أزمة عقم الهجوم سوفيا أمرابط يوضح بخصوص مستقبله مع إغضرة مانشيسر يونيتد الإنجليزية مع نهاية الموسم يوسف نصيري ينهي خلافه مع مدرب إشبيل الإسباني مباشر بعد عودته من صفوف المنتخب المغربي كشف هشامت كيك مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة عالقائمة النهائية التي اختارها لخوض كأس أمم إفريقيا المغرب 2024 والتي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 11 و 21 أبريل القادم واخترد كيك 14 لعبا لخوض المسابقة القرية إضافة إلى لعبين اتنين في قائمة الاحتياط علما أن المنتخب المغربي يدخل هذه البطولة بصفة حمل للقب آخر نسختين 2016-2020 كما قرعت نهائيات كالسي أمم إفريقيا قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموع الأولى إلى جانب المنتخبات أنغولة غانا ومنتخب زنبيا وفيما يلي قائمة أسود الأطلس لداخي القاعة عبد الكريم أنيبيا حارس المرمى محمد شيريدو حارس مرمى أناس عيان يوسف جواد عثم الإدريسي سفيان بوريد إسماعيل أمزال وسفيان شعراوي عثمان بوزو سفيان مسرار بلال بقالي إدريس رايس الفني وخالد بوزيد وأناس دحاني يخطط الاتحاد المغربي لكرة القدم لإقناع اللعب نادي لينسا فرنسي نائل العينوي لتمتيل منتخب أصول الأطلس بعدما نجح المغرب في استخطاب عدد كبير من اللعبين المولودين في أوروبا والحاملين الجنسية المجدوزة أبرزهم حاكم زياش أشرف حاكيمي وكان آخرهم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريدة والذي شارك الأسبوع الماضي بقميص أصول الأطلس في الودية أنغولا ووفقا لمجلة أونز مونديال فرنسية فإن نائل العينوي يحظى باهتمام كبير من مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي الذي بدأ في الاتصال مع اللاعب وأفرد عائلته كخطوة أولى لمحاولة ضمه لزملاء أشرف حاكيمي وقال الرجراجي خلال النضو الصحفي التي سبقت مباراة موريطانيا الدولية الودية الماضية الأكيد أن اللاعبين المتميزين يثيرون اهتمامي وبالطبع فإن نائل العينوي واحد من هؤلاء اللاعبين غير أنه ليس حاضرا حتى الآن مع المنتخب الأولمبي وعن أسباب غيابه أوضح الرجراجي العينوي كان سيتوجد رفقة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا غير أنه هو من طالب في وقت الحالي خلال شهر مارس منح الأولوي للتركيز مع فريقه والتركيز رفقة ناديه بطلب منها من أجل اللاعب وكسب مكان أساسيا وأكد الرجراجي أنه سيعمل ما بوسعه مع مسؤولي الاتحاد المغربي لللعبة ومع العينوي لإقناعه باللعب لأسود الأطلس خلال الفترة المقبلة ويدكر أن النائل العينوي صاحب تيتا وعشرون عاما شارك في ستة وعشرون مباراة مع فريقه الأول لنادي لينثا الفرنسية وسجل هدفا واحدانا خرج الدولي المغربي صوفيان مربط بتوضيحات تهم مستقبله الكروي مع فريقه مانشستر يونيتد الإنجليزي وقال النجم المغربي صوفيان مربط في تصريحات وينوين أن اليوم ألعبوا لمانشستر يونيتد أركزوا على عملي وسنرى ما سيحدث مستقبلنا وكان الصحافية الإيطالية رودي غاليثي المختص في الأخبار الانتقالات أن إدارة مانشستر يونيتد الإنجليزي قررت رسميا عدم شراء عقد النجم المغربي صوفيان مربط في الصيف القادم وشارك صوفيان مربط في 22 مباراة مع إدارة مانشستر يونيتد هذا الموسم تضمن ظهوره أساسيا 13 مرة بإجمال 1155 دقيقة ويشار إلى أن أمر بط بات على ردار العديد من الأندية بعد تأكد رحيله عن إدارة مانشستر يونيتد الإنجليزية حيث وشارت التقارير الصحفية الإيطالية على اهتمام التنائي يوفينتوس وميلال إيطاليين بخدماته في الصيف المقبلة أنها كيكي شانسيز فلوريس مدرب نادي إشبري الإسباني خلافه مع المهاجم الدولي المغنبي يوسف انصيري الذي اندلع خلال مباراة الفريق الأخير بالدولي الإسباني أمام سيلطافيكو والتي انتهت بهزيمة الفريق الأندلوسي بهدفين مقابل هدف واحد سجله النجم المغربي يوسف انصيري وقال كيكي شانسيز فلوريس فين هو الصحفي التي تسبق المواجهة فريقه لد خطافي اليوم السبت لدينا نفس العلاقة التي كانت قبل الحادث الأخير حواره هو أفضل حل لفهم ما حصل وتجاوز كل الإشكالات لقد تحدثنا وعنقنا بعضنا البعض كما أننا تعلمنا من التجربة علينا البقاء متحدين ويجب أن تدرك الجماهير أن الهدف المدرب في الانسجام وتابع قائلا أحيانا يجب عليك أن تكون شجاعة للبقاء ساكنا وربما هذا الشيء تعلمتها من الجيد بالنسبة إلى الجمهور إشبيليا أن يرى أن لدي هدف ومدرب الهدف نفسها وكان انصيري قد عبر عن غضبه بسبب استبداله من قبل كيكي شانسيز فلوريس في بداية الشوط الثاني من المواجهة وعلق الدول المغربي عن هذه الواقع بالقول لم يحدث شيء مع المدرب والتدير كان قاسيا لقد كانت أعصاب المباراة فقط اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر